هي عرض مسرحي شخصي واحدة العرض اسمه يوم توقفت نينا سيمون عن الغناء امرأة اسمها نون ليلة دفن والدة تغلق الأبواب عليها مع جسد أبوها وتطرع عليه السؤال الأهم بحياتها ماذا أفعل بهذا الكم من الحرية بعد ما تروح بمواجهة هذا المجتمع البربري وتستعرض على قتل خاصة جداً مع أبوها وكيف سمح لها تعيش حريتها للآخر وبدأ تخبره شو بدو يصير فيها بعدين هي صرخة حب لهذا الوالد وصرخة حب للحياة وصرخة شخص حر بيعرف قديش تمن الحرية ببلداننا ممكن يكون غالي أبويا عرفني عنينا سيمون أنا وجداً صغيرة بالعمر كنت أقول من أنا وصغيرة أنا بمثل من أنا وعمري 8 سنوات فهي المهني بدمي من أنا وصغيرة وكنت من أنا عمري 13 سنة أقول يا الله يريتش يوم بقدر مثل متل ما نينا سيمون بتغني هاي المرقة يعني أنا دايماً هيكي بنبهر بقدرة المغنيين على الأداء لأن هني بمثلوا منحس بكل القصة بحشرجة صوتهم بس بطبقة الغناء اللي بيستعملوها بدوب بس اسمع المغني جميل عم بيقدي حلو وبعدين أنا ربيت من أبوي على الغناء الجميل أبوي كان يحب جاز كتير والعراقي كتير فأنا هيكي من طفولتي مثلاً بنطرب لسعدي الحديثي هو من الأصوات اللي ما بتضل بذاكرتي بترن بيودني دائماً 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 بحب بعدين ما بقدر اسمع صوت جميل أو أغنية جميلة إلا ما هزت ما بيدي بحب الغناء بحب الموسيقى وبحب الأصوات الجميلة جداً 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 ماني كاتبة أنا ممثلة عندها قصص دا ترويها أنا من الناس اللي بيعتقدوا أنه أجمل المشاريع هي المشاريع اللي بتبلش من أشياء حقيقية بحياتنا فإيه في شي ببلش بحقيقية من حياتي يعني أنا لما بذكر بحكي عن شخصية الأب المسرحية وبوصفه اللي بيعرف والدي عاصم الجندي بيعرف أني عم بحكي عن عاصم الجندي المستوحية طبعاً شخصية الأب هي مستوحات من شخصية أبوية في تفاصيل كتير مستوحات من حياتي بس إنما أخدت من الواقع وعملتها بشكل يعني فمسرحتها موش طبعاً نص بيانيني كتير ونص كتير خاص بالنسبة لأيلي وفخري كتير كبير أني قدرت حقدمه بأفينيون هاي السنة بتيعتخ ديهال المخرج فرنسي اسمه ألانتي ماغ